السلام عليكم ورحمة الله معكم أمير علي من قناة الجنسية الأمريكية مع أمير علي يتوفر لدينا 100 كتاب الجنسية الأمريكية مع أمير علي يمكنك طلبه من موقع أمير USA.com عن طريق فحص هذا الكود أو عن طريق الاتصال بنا مباشرة على هذا الرقم أو عن طريق الذهاب إلى موقع أمير USA.com يمكنكم طلب الكتاب الآن وسوف يصل إليكم بثلاثة أيام إذا طلبتم خدمة الشحن السريع الكتاب ملون وبحجم خط كبير جدا وفيه أسهل الإجابات من بداية المقابلة إلى نهاية الامتحان فيه إجابات سهلة كلمات مفتاحية خط كبير جدا 100 سؤال أسهلة القراءة أسهلة الكتابة وتمارين يمكنك الآن طلبهم الموقع أمير USA.com أو عن طريق الاتصال بنا فقط للمقيمين في أمريكا ماذا يعني وقف التنفيذ؟ الجواب يكون تأخير للحكم تأخير في الحكم ماذا يعني وقف التنفيذ؟ الجواب يكون تأخير للحكم تأخير في الحكم ماذا يعني وقف التنفيذ؟ الجواب يكون الجواب يكون تأخير للحكم تأخير للحكم تأخير في الحكم ماذا يعني السجن أو الحبس؟ الجواب يكون 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 مكان للأناس السيئون الجواب يكون الجواب يكون الجواب يكون الجواب يكون مكان للأناس السيئون مكان للأناس السيئون مكان للأناس السيئون ماذا يعني السجن أو الحبس؟ الجواب يكون مكان للأناس السيئون مكان للأناس السيئون ماذا يعني السجن أو الحبس؟ ماذا يعني السجن أو الحبس؟ الجواب يكون مكان للأناس السيئون مكان للأناس السيئون ماذا يعني سكير؟ ماذا تعني كلمة سكير؟ الجواب يكون ماذا يعني سكير؟ ماذا يعني كلمة سكير؟ الجواب يكون الكهوليك الكهوليك مدمن على الكحول ماذا يعني سكير ماذا تعني كلمة سكير الجواب يكون مدمن على الكحول ماذا تعني الدعارة الجواب يكون الجنس مقابل المال ماذا تعني الدعارة الجواب يكون الجنس مقابل المال ماذا تعني الدعارة الجواب يكون الجنس مقابل المال ماذا تعني المخدرات غير الشرعية المخدرات غير المشروعة الجواب يكون دواء لتغيير المزاج مخدرات غير مشروعة ماذا تعني المخدرات غير الشرعية المخدرات غير المشروعة الجواب يكون دواء لتغيير المزاج دواء لتغيير المزاج مخدرات غير مشروعة ماذا تعني المخدرات غير الشرعية المخدرات غير المشروعة الجواب يكون دواء لتغيير المزاج مخدرات غير مشروعة ولا تنسوا نزور الموقعنا اختبار الجنسية الأمريكية مع أمير علي في هذا الموقع تجد اختبارات خاصة بالجنسية كلها موجودة مثلاً المئة السؤال تضغط على بدء الاختبار بعدها ممكن أن تقرأ السؤال الترجمة ثم تختار أحد الإجابات أو ممكن تستمع للسؤال أو تستمع للإجابات ما هو القانون العالمي من تختار جواب صحيح يطلع باللون الأخضر إذا جاوبت على جواب خطأ يطلع باللون الأحمر خلينا نجرب نختار جواب خطأ ماذا يفعل الدستور وهذا الموقع مفيد جداً للناس اللي عندهم اختبار مثلاً أنت قرأت بكتاب أمير علي هذا هو الكتاب أذا تريد تشتري تضغط هنا قرأت بالكتاب وكملت بعدها تحتاج أن تختبر نفسك تروح على موقع test.amirusa.com وتختبر نفسك وبالأخير بعد ما تخلص 25 سؤال أنا أقسمهم 25 سؤال لكل اختبار حتى ما يكون الاختبار طويل لكن هو الامتحان كله موجود بهذا الموقع بعد ما تخلص 25 سؤال راح يعطيك بالأخير تقييم يطلع لك الأسئلة التي أخطأت فيها وبعدها يعطيك التقييم من أصل 100 تحصل على درجتك من أصل 100 إذا كانت إجاباتك كلها صحيحة 100% وأيضا ممكن أن تركز على الإجابات التي لأسئلة التي أجابت عليها بشكل خاطئ تركز عليها أكثر وتحفظ بس الخطأت فيهم وتعيد اختبار نفسك حتى تحصل على تقييم 100% وصراحة يعني أعتقد أي شخص يجتاز الاختبارات الموجودة بهذا الموقع وحيكون نستعد 100% للاختبار إن شاء الله ويحصل على درجة كاملة ويحصل على الجنسية طبعا أنت من تقرأ السؤال وتقدر تغطي الإجابات هذه ما تشوفها وانت تخمن الإجابة بعدها تجعل إجابات وتختار الصحيحة منهم حتى بهذا الحالة أنت مرح تكون غشية لأنه ما في طريقة ثانية يعني لازم تكون اختيارات حتى يطلع لك بالأخير بتقييم إنه كم إجابة صحيحة وكم إجابة خطأ